عندنا 64 مليون بص الرقم بص حضرتك الرقم كل شهر 64 مليون مواطن الدولة عاملة لجراءات اللي هي خاصة بايه الحماية الاجتماعي حضرتك بتروح عندك 40 ألف منفز وبقال تموين على مساء الجمهورية تصرف السلع بتاعتك ايه هي السلع 32 نوع عندك زيت خد سكر خد رز الشيري خد مكارونا تفضل دقيق تفضل شاي تفضل زي ما انت عايز عندك زي ما انت عايز اجبان ومرباط يعني كل اللي انت عايزه كل الانواع اللي حالك 32 صنف حكباشا كده سيدة هانم كده رايحة يوم مبارح او النهاردة ومستمر معانا انا لي حصة بتاعتي دولة العظيمة مدياني حصة حصة دي باخدها من المكان ده فيه ناس بالمناسبة بتوح تاخد يعني تملك كرتونة كرتونتين تلاتة حسب عدد الاسر بيكفوهم بالمناسبة 20 يوم اقل حاجة 70 يعني بيقول لك اللي قدامك ده اقل حاجة اسبوعين وفيه ناس بيعدوا معهم 25 يوم تاني فيه اسر بيكفيها اسبوعين حد ادنى وفيه ناس بيصل معها حتى 25 يوم في شهر يعني يتبقى له خمس يام فقط لا غير اللي هو خارج اللي يبقى اذا ما خلي بالك ما دي حماية للناس ما هو ده حماية وترتيب للمواطنين اهلين الذين يسحقوا هذا الامر اللي هما داخلهم محدود او ما دهمش داخل او محتاجين هما دول هما دول اللي بكلمك على رقم 64 مليون يا بص الرقم كم 64 مليون مش مليون ولا 22 ولا 20 ولا 40 64 مليون مواطن يستفيدوا من قدامك ده وهو شايف وممكن تبقى له كمان حاجات وكمان ده غير العيش ما شاء الله فرق العيش كمان واخد بيه سلع متنوعة عند عيش واخد فيه فرق للعيش اخده اللي هو ايضا كل ده مدعوم كل ده مدعوم هما درخ لهؤلاء العمل يتشحت في طول الليل وعمال يعيد طول الليل والعمال يشتك طول الدولة بالمناسبة مس سيبة الناس في حدود المتاح بالنسبة للدولة الدولة في حدود المتاح أهلينهم الدولة شايفاهم على فكرة ما حد شايفهم قبل الدولة ما حد شايفهم أكتر من رئيس الجمهورية اللي زود زود حماية للناس أكتر نهاردة كان عامل اجتماع مع دكتور نيفين قباجي ووزير تضامن أيضا دعم كبير ودعم إضافي خلي بالك ده شغل الدولة بتعمله فأنت بتيجي تكلم نهاردة على الربعة أسلين مليون شايف أدي كل أنواع الزيوت موجودة كل أنواع الحاجات اللي انت محتاجها موجودة عندك وانت عايز يعني نظفات ولا غيرها ولا غسيل وكل ده موجود أي حاجة موجودة قدامك كل الأنواع اللي عايز واللي عايز حره واللي عايز مش حره واللي عايز على البطاقة التموين الأنواع كلها قدامك خد زي ما انت عايز بحدش قولك لأ عندك تفضل بطاقتك وورقة بتاعتك ليه كام أنا خدت السلعة دي والسلعة دي وتعال هنا ضربت هنا على المكانة دية طلع لي فطورة كامت بقى كام خدنا ايه هاتوريه طب أخد حاجة زيادة خد أخد شاء خد حاجة يقولك لا دولة النهاردة عاملة دا يا جماعة مش عاملة من النهاردة ولكن تاني أنا بتكلم على نسبة الشيكي بالشيكي صح بس خلي بالك الدولة شايفة دولة مش قاعدة يعني لا 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 والله العظيم الدولة شايفة كل حاجة وعارفة كل حاجة وعارفة كل شيء عن كل حد وعارفة لم يبقى فيه مشكلة كهربا تقطعت ساعة أو خمس ساعات أو سبع ساعات أو أو طيب أهم حاجة موجودة النهاردة ايه جميع السلعة متوفرة موجودة في كل مكان لو بتكلم هنا على التموين ولو بتكلم على الحر قدامك هو هنا هل في سلعة هنا أنا كمواطن ليه حق صرف بطاقة التموين كل شهر أروح ما لقش حاجتي لم تحدث حدش يقدر يقول إن أنا بروح أقف اللي وقفها دي وفي الآخر يقول ليه ملكش لا دمعها البطاقة هو اثنين وثلاثة وقفينهم قدام حضراتكم فلما منعمل كده يعني طيب اتفضلوا شوفوا ونشوف طيب أنا عندي أزمة في حاجة لا دا انت عندك احتياطي بدل الشهر ثمين وثلاثة واربعة وخمس شهور وبعض الحاجات ستة وبعض الحاجات أكتر من سنة في حاجات أكتر من سنة لكن على أقل الحاجات الاستراتيجية بنتكلم زيت بنتكلم سكر بنتكلم رز بنتكلم الحاجات دي على أقل خمس شهور وقد تصل إلى ست شهور ولم يبقى عندك أي حاجة يعني عشان ممكن تؤمن كمان احتياجاتك يعني أنا الأمح النهاردة رغم عندي توريد قمحة خلاص لحد مبارح طب عندي محتاج أمح ممكن أجيب أمح زيادة لأنه ما ينفعش أبدا أن يبقى عندي مشكلة في الأمح أو في الرغيف العيش لا يمكن أنت كل يوم طلعت شمس عندك تلتمائة مليون رغيف كل طلعت شمس رقم تلتمائة مليون رغيف كل يوم الصبح عندنا إنتاج يومي ده رغيف العيش بتاع التموين بطاقات التموين الناس اللي هو رغيف العيش الناس بتاخد خمسة الخمس رغيفة زي ده الوضع للبلد النهاردة تشغل عليه الوضع النهاردة البلد بتديك الرغيف بخمسة ساغ رغيف العيش بخمسة ساغ النهاردة زاد ما زادش فيه أسعار الأمح زادت زادت حتى البنوصات العالمية لسه بقولك النهاردة زادت تكتر من 4% اليوم أسعار الأمح والدرة قالت نهاردة بس طب هل ده أقدر راجع المواطن لا يمكن تتحمل الموازنة العامة للدولة مليارات وما تجيش على المواطن بقرش ساغ ما تزودش قرش ساغ قرش على الرغيف العيش الرغيف ده بيكلف الدولة 90 قرش تقريباً و95 طب مين بيتحمل الفارق الموازنة العامة للدولة ترجمة نانسي قنقر